السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي هاد نهار ان شاء الله غدي نقدم واحد الموضوع لمهم مهم جزاف وهو كيفاش نشريو ارنب دينا احنا عدا باديين بغينا نشريو واحد يعني كمبتدئ وبغيت نشري واحد الارنب يعني بغيت نشري بدل مشروع ديالي اش غادي ندير يعني بالنسبة الارنب تقلاب ديالهم يعني كيفاش نشريهم من السوق يعني وش نشري الاناث ووش نشري الدكور يعني اش غادي ندير هاد القادية هدي شحال من اللي كومنتير سولوني عليها وبغيت نشاركها معكم هاد منها اذا اول قديم اش غادي نشريوا للسوق ان شاء الله غادي تحاولو انكم اه اه تشريو ما تشريوش بزاف ديال الدكور يعني كيلي غادي مشي شري مثلا جوج دكور او تلاته ومعاه النتوات لا خاصكم تشريوا غي داكر واحد ومعاه النتوات ذكشي على حسب الاستيطاع عليها واش تلاته ديال النتوات ولا جوج المهم ذك الشي اشغلكم اه اه كين قاديا ما تشريوش يعني الالانيب هما كبارين يعني راهم فيتين والدين لا شيرهم في العمر ديال الشهر يعني هذا الشي خسكم تصولوه البائع وهذا البائع سموه خسكم تديرولو خسكم تديرولو واحد نوع من استجواب يعني هي عبارة عن اسئلة ولكن في الحقيقة راها استجواب بها باش كتعرفوا هاد الالانيب كيفاش يعني كيفاش ممكن انكم التعاملوا معها اذا اول حاجة مني غادي تمشي تصولوه البائع سموه غادي تقولو له نوع من الاسئلة قيم السؤال الول وهو يعني السؤال ديال البائع واش كيدير الدوع يعني واش راح مداويهم ولا ما مداويهمش لكن قالكم مداويهم وتقتوا فيه يعني من الاحسن انكم تخدم عندو التواريخ ديال اي حاجة فقاش الدوات يعني فقاش دار ليبرا ديال ليموراجي فقاش دار يعني جميع الادوية اللي عندو تحاولوا تسولوه على التواريخ دياله كين قضية اخرى يعني ممكن انكم تسولوه على الظروف اللي هو كيربي فيها الالانيب يعني واش كيربي عندو التربية في الارضية كيربي في الارض ولا في الاقفاص وممكن انكم عوتاني تسولوه على السبب ديال البيع ديال الارانيب يعني علاش كيبيع واش غي كيسمنو كيبيع واش ديرهم التربية واش يعني تسولوه على هالقضية هالي يعني ها دي هالالاسئلة رها مهمة كين퍼و تاني قضية ديال السلالات كون تشوفوا هادوك السلالات اللي ل عندوه هو اش ش ايش اي ش انه يعني واش سلالة جهي يعني ماش هو ما منقي منهم في سلالات اخرين يعني هادو ها هوا الاسئلة لي ممكن انكم تتسولوه سوف يجي الدور لكم يعني من نجو تبغيوا تشوفوا يعني اختيار ديال الانانب يجبكم اخاه عنده الانانب دياله يجبكم تسولوا بعدها اولا وش هدك الانانب دياله يعني وش هو مربيهم وش هدك يشري وكي بيع اذا اول حاجة وهو يجي الدور ديالكم مثلا هو عنده بزاف ديال ديال السلالات نجو تختاروا السلالة ماشي تختاروا السلالة بحل نقوله هو مدخل الشانشيلا مدخل بابيون يوزيلاندين المكحل بزاف ديال السلالات مخلطهم سمو انتم غادي تاخدوا حاولوا انكم خدوها الشانشيلا او سولوا هو في نية الشانشيلا وخدوها في الاينات اما بالنسبة للذكور خدو بحال هاد الشكل هادا بابيون هذا مني تشوفوه بدكر عندما تشوفو اللوزوق ذياله حاولو انكم تجيبوا البابيون يعني خدوها عندو البابيون هاد الشكل بالنسبة للختيار ذي السلالة دبا ن fishing المسئلة ذيال ابعام يعني انتما كيفاش تغلبيوا ، يعني يقول ضولتوا wool بعض الاسئلة كيفاش تغلبيوا انتمات أول حاجة وهي السيلان ديال الأنف تاني حاجة ما يكونش أدنيه طايحين سيلان ديال الألف ما يكون السيلان وما يكونش الأدنين دياله طايحين وخاغي أدن وحدة تكون طايحة خاثوا ما يكونوا أدنيه وقفين بجوش لا بالنسبة للذكر لا بالنسبة للأنت هاتش اللي كنقول لكم خاثوا يكون مكسي كامل بالشعر ما يكونش فيه شي وحد الجيهة ما مكسيش منها بأكمالي يعني حاولوا أنكم تقلبوا بأكمالي النيف دياله للرجلين أي حاجة يكون مكسي بالشعر تشوفوا كين فيه شي فارغات أعرفوا بديرها هذا كراها مريض ما تديروش كين قضية ديال خاصه يكون شديد الحيوية والناشط يكون كيتركل يعني من يتهزوه المسكة دياله رأني قدرت في واحد الفيديو قبل أن يتهزوه من ظهر دياله من جيت العنقرة دياله وتهزوه تلقوا كيلتخ عارفوا هذا كراها شديد الحيوية ولكن ما يكونش شارس خاصه يكون حيوي وبزاف كيتركل وليكن ما يكونش كي كعكي عض وشارس يعني خاصه يكون ما هكا ما هكا القضية ديالعيني خاصه يكونوا واضحين وكيبرقوا يعني ما يكونوش دابلين يكونوا صافيين وكيبرقوا لا معين القضية ديالالجسم ديالو قلبوه دوزو على الجسم ديالو ما يكونش فيه شي نوع من الحب ما يكونش فيه شي نوع من الحبو كين قضية ديالالشعر ديالو ما يكونش واقف خاصه يكون ناعز يكون ناعم هنتم وكما ان تشوفوه هنا هنا الشعر ناعم هنتم جميع جميع لا 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 الانب التي انتي تبار الله خاصه يكون الشعر ناعم الانب المريد يكون بحلی الشعر ديالو بشوفك بحلی طالع اه كاين قضية عاوتاني مايكونش معضم يعني مني يتقلبوه مايكونش معضم يكون هزيل لا خاصه يكون شوية وافي اه ما يكونش باين في ذاك السلسل ديالو يعني السلسل ديالو في الظهر ديالو يكون باين يعني العضو ما باينين لا. كين القديعة وتني ما يكون سسمين بزاف يعني ماشي بالنسبة لا 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 يعني اللاج ديالو العمر ديالو إلا كان صغير ما يكونش يعني مكركب بالشحمة يخصو يكون ما بينوا بينا انتم ممكن ما تشوفوا هاد الأنثى هاي بحلي طويلة وماشي ماشي حامرة بزاف يعني متى سمينة بزاف فهدا بها ديالو ا prat باين من�� مخصتش تكون حلاكة تكون حلا يوجست شكل هكا هاي هي فيها إذا خصت تكون في الحقيقة مابين و وبين اا ED قوادية آخرى خصو ما يكونش منتفق البطن يعني ما يكونش عندو انتفاخ لأنا الانتفاخ كان قرابين يموتوا مكاثمو كيدير المربي يعني بحييلهم عليه يصار فيه وفيهم انتفع في البطن يبدو يموته يحييذون عليه أن البطن دياله تكون في شوشة إنه بقعة صغيرة مشي حمل هذا غاديكون انتفاخ ديال البطن انتفاخ ديال البطن أكونوا متأكدين غاديغيط ديوه الآلانب غاديقو يموتو لكم إذن هذا هو من البطن دياله ما يكونش منتفخ قضية واحدة أخرى ما يكونش فيه الإسهال يعني من شوفوا انتم الجهاز التناسل دياله ما يكونش فيه واحد الكحولة إذا كان فيه كحولة رأي ذاك رأي إسهال يعني الوسخ دياله ماشي كين نزل كريكبات لا كين كحولة يعني رأي كين إسهال لقدار الله غاديد ديوه غاديد يموت كين قادية ديال الذكر قس يكون قوي البنية دياله تكون قوية ويكون دبعا بقالوا فرنزو ما بين الذكر والأنثة الذكر يكون قوي ويكون واقف يعني الأنثة تكون مجموعة واحد شوية لكن الذكر يكون يبين الفحولة دياله بالنسبة للذكر منين تبغيوا تقلبوا الذكر خص يكون الخصيات دياله قد قد ما يكونش خصية كبيرة وخصية كبيرة مهمة ومهمة بززاف تاني حاجة ما يكونش فرك يعني منين يوقف ما يكونش رجلي مفالتين خص يكونوا متوازين مع الأرجل الأمامي نحن كنقولوا فرك ما يكونش فرك كين قادية أو تاني ديال الأنثة ودباد شي بالنسبة للذكر أما الأنثة حاولوا أن تكون تهزوها وتحسبو لها عدد الحلامات خاصة تكون فيها قتل من ثمانية ما تكونش قلل من ثمانية إذا كانت ستاة أو الأربعة عرفوا أن هذه الأنثة وخات تولد الصغار دياله لا تهتمش بهم لأنه غاد يكون مشكلة تفاوت ديال ما بين عدد الصغار والحلامات ما غادش تقدر أنها ترضع الصغار دياله إذا حاولوا إلا ما فهمتوا شي حاجة من هاد الفيديو عاودوه وعاودوه أراه معلومات مهمة وخصوصا استجواب اللي تقدروا تديروه لهذا البائع أنكم تحتوى بعض الأسئلة اللي ذكية يعني هو إلا كان بالصح مزيان غادي توقعوا في واحد الحيرة غادي يقول هاد الناس هادول الأسئلة اللي كي يسولوهم راهم أدكيائي يعني غادي تلتمان غادي يكون أرخيص لأنه غادي يقول أنتم غاكم كتتعاملتم معه كمحترفين ماشي مبتدئين غادي 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 يغشك غادي يغشك غادي يغشك مية في المية إلا فيديو كان نظن أنني تكلمت على جميع النقط اللي ممكن أنكم تشريوا بها الآن بدي لكم إلا أعجبكم الفيديو حاولوا تشاركوا معنا الناس اللي ما زال ما تشاركوش معنا تكيوا على زر جام باش يوصلكم جديد ديالي عفوا باش تساندوني وتكيوا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة شكرا شكرا